سيدة تقول رفعت دعوة أمام القضاء أطلب فيها طلاقي لسوء أخلاق زوجي فحكمت لي المحكمة بالطلاق ثم استأنف الزوج الحكم في محكمة الاستئناف وقد يستمر الأمر عدة شهور حتى تفصل المحكمة نهائيا في أمر الطلاق فمتى تبدأ عدة الطلاق لي جاء في الفتاوى الرسمية الإسلامية أن عدة الطلاق تبدأ من تاريخه سواء أكان المطلق هو الزوج أو المحكمة وفي الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة لا تبدأ العدة إلا إذا صار لهائيا وذلك إن مضت مدة المعارضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف أو استأنف وتأيد الحكم أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيا فلا تترتب عليه آثاره ومنها العدة حتى يكون نهائيا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر